بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة ومن خلال الفرمات الجديدة لبرنامج التريند هيكون معنا فقرة حوارية النهاردة والنهاردة ضفنا هيكون الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الأستاذ محمود شوقي في الفقرة الأخيرة من برنامج التريند لكن كالعادة وزي ما أنتم متعودين لازم نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة اللي بنشارك فيه جمهورنا عشان يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال منصات التواصل الاجتماعي لصفحات قناة النادي الأهل سؤال النهاردة بما أننا خلاص على أعتاب 48 ساعة من مباراة القمة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهل في مباراة الزمالك الكل يدخل ويجاوب على السؤال ويتوقع التشكيل من وجهة نظره وبإذن الله في الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم بعد التعليق من خلال صفحات قناة الأهل عبر السوشيال ميديا سواء صفحة الفيسبوك أو حتى الانستجرام أو على منصة اكس وتويتات كده الجمهوري الأهل كل واحد يتوقع التشكيل وأنا عارف التشكيل صعب جدا البعض يتطفق على تشكيل معين في ظل التغيرات اللي تمت في مباراة سيراميكا كيليو بطر لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في ترند الأهلي كولر يجتمع بالجهاز المعاون استعدادا لنهاء السوبر وفي الترند المحلي كعف يعدل ليحة النظام الأساسي ويلغي شرط السن في الانتخابات وفي الترند العالمي مرموش يقترب من واستهام الإنجليزي جولة جديدة من مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات المتعة والإثارة النهاردة يوم السلساء وممكن النهاردة عندنا عدة مباريات نستعرض مع بعض أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا النهاردة والبداية بمباراتين في حدود الساعة السامنة إلا روبا الميلان هيستضيف على أرض ووسط جماهيرو كليب روج وموناكو هيستضيف النجم الأحمر السربي في الساعة العاشرة في سبع لقاءات في توقيت واحد ريال مدريد يستضيف بروسيا دورتموند باريسان جرمان يستضيف بي اس اي فويد هوفن وليوفينتوس يستضيف شتوتجارت وأرسنال يستضيف شاختار دونتسيك واشتوم جراتس يستضيف سبورت انجليش بونا وجيرونا يستضيف سلوفان بيرتسيليفا وفي الختام أستون فيلا يستضيف بلونيا زي ما انتم شايفين طبعا القصة اختلفت شكل مباريات دوري الأبطال بنشوف فرق ما كانتش بتشارك في دوري الأبطال موجودة زي مثلا أستون فيلا أو حتى جراتس النمساوي فرق دي كانت بعيدة بنسبة كبيرة جدا ولكن خلاص شكل دوري الأبطال اختلف في النظام الجديد دي أبرز مباريات اليوم مشاهدة ممتعة لكل محبي كرة القدم في العالم وتحديدا في القرى الأوروبية طيب فقرة التوب نيوز النهاردة التوبك الرئيسي على السوشيال ميديا مباراة الأهل والزمالك والأحداث اللي موجودة بشأن موقف لاعبي نادي الزمالك بغض النظر عن البيانات الرسمية اللي لسه لغاية دلوقتي مفيش بيان رسمي نقدر نستند عليه عشان نتكلم كل اللي بتكتب في المواقع وكل اللي بتكتب على منصات السوشيال ميديا بالنسبة لنا بتبقى أنباء واكتهادات ولكن ليست أخبار رسمية المؤكد واللي بقوله لحضراتكم وبغض النظر عن إن البعض بيفكر في حاجات تانية أخرى إحنا بالنسبة لنا مباراة الأهل والزمالك بإذن الله يوم الخميس الساعة تمانية على أستاذ محمد بن زيد ده أمر محسوم وأمر مفوش نقاش ده واحد اتنين بالمناسبة الناس ممكن تكون متخيلة إن المعسكر الأبيض مثلا منشغل بالتفاصيل اللي بتتقال في السوشيال ميديا أنا عايز أأكد لكم الفريق بيتمرن يومين بشكل ما عندوش أي أزمة خالص حتى الأزمة بشأن لعبية الزمالك أنت بتتكلم في مجموعة أو اتنين لعيبة واحد مصاب زي نبيل عماد دونجا وبنتكلم مثلا في مصطفى شلبي حتى لو مصطفى شلبي مش موجود في مشلاك كونراد فجزي جميز ما عندوش أزمة في شكل الفريق أو جهزيته المباراة الأهل قصة عبدالواحد السيد كان مزير كورة حانش بنتكلم في مزير فني أو يعني إدارة فنية فهو تقدر تقول مشاكل في إطار إداري لكن على المستوى الفني ما فيش ما يعيق لإقامة المباراة حتى هذه اللحظة والمباراة في موعدها ما بين الأهل والزمالك ومش عايز أقول له حتى هذه اللحظة كل شوية لأ ده الغاية يوم الخميس المباراة في موعدها ما فيش أي نقاش على فكرة تأجيل أو ترحيل أو الغاء أو كلام ده كله والناس تقول له أصلي مش عارف لو فيه فريق ملعبش يطلع فريق تاني فيه نص في اللايحة بيقول الكلام ده لو فيه نص في اللايحة أكيد كنا شوفنا نص المادة كذا البند كذا بيقول كذا لكن اللايحة السوبر يعني أكيد اللي كان بيعملها أو اللي كان بيحط تشريع للايحة السوبر مثلا ما كانش هيجي في مخيلته مثلا أو في تفكيره إنه ممكن فريقة أهل من السمي فاينال للفاينال ويعتذر عن المباراة النهائية فبالتالي هتبقى حالة طرقة بالنسبة له هيفكروا فيها إزاي الله أعلم ده إذا أصلا فيه قرار بشأن الموقف اللي احنا شايفينه في نادي الزمالك ولكن بغض النظر بقى عن كل ده أنا عايز أتكلم في تفصيلة تانية أهم من كل التفاصيل دي مش عايز أعمل فلاش باك ولكن واحدة واحدة كده مع بعض نفتكر أو نتذكر لما كان بتحصل مشاكل في المباريات هنا في مصر وعلى الملاعب المصرية كان دايما وأبدا كل كل كلامنا كان بيبقى على حاجة واحدة بس أو سلوها واحد من آمن العقاب أساء الأدب بمعنى هو اللعاب اللي بيغلط في الملعب أو بيخطئ أو إداري أو مسؤول هل القرارات الاندباطية أو التأدبية بتصدر سريعا؟ للأسف لا كانت بتحصل ضد لعاب النادي الآلي في فترات طويلة القرار سريع إيقافات لفترات طويلة ما كانش فيه موأمات زي ما احنا شايفين دلوقتي ده فيه مباريات من المسلم الماضي لغاية اللحظة دي لم يتخذ فيها أي قرار الناس تقول لي أعلق الداب اللي احنا فيه دلوقتي هو اللي احنا فيه ما هو اللعيب هنا لو تعاقب وخد الجزاء تقل للليحة ولجنة الاندباط بتجتمع وبتاخد قراراتها في توقيتاتها السليمة وما فيه موأمات ما بين المسابقات والاندباط واتحاد القرى مستني أعمل إيه وما عملش إيه ما كناش وصلنا للمرحلة دي اللاعب اللي عارف إنه لو غلط هيتعاقب ما يطلعش بره يعمل غلطة فيه رولز محطوطة في الملاعب وفيه قواعد مسؤولة عن تنظيم المباراة في الملاعب فكرة إنه هنا لو فيه لعيب بره لسكور ويقعد بره في المدرج عايز ينزل مع نهاية المباراة لو فيه قواعد بتطبق هنا من المرأبين اللي موجودين في المسابقات مش هيحصل الكلام دا والعاك دا بره وعلى فكرة الحاجات دي مش أول مرة تحصل دي قررت قزى مرة قبل كده وبالتالي لازم الناس هنا تحاسب نفسها قبل ما تحاسب أي حد تاني أو قبل ما تتكلم في أي موضوع تاني خاصة إن المشاكل كلها شايفينها في اتجاه واحد نفس الأزمة في اتجاه واحد ماتش الزمالك والمصري حصلت فيه نفس الأزمات ونفس المشاكل دي صدرت قرارات لغاية دلوقتي لا ماتش الأهلي والبيراميدز دا فيه لعيبة مش أقول خرجت عن النص دي قالت حاجات ممكن تتوقف فيها بالشهر والتنين والتلاتة والستة شهور كمان ما تاخدش فيها قرار وبتلعب لغاية دلوقتي يبقى اللعيب لما يشوف دا بيحصل في المؤسسة اللي بلعب فيها أو في المنظومة اللي بيشارك فيها ومحدش بيحزبه وما فيش عقاب للصغير والكبير خلاص هو برحته بقى في أي مكان هيطلع برة هيعمل اللي هو عايزه لغاية لما يصطدم بوجود لوائح بوجود قوانين ولكن انت لما بتطلع هنا ممكن تعمل أي غلطة مش عارف مين بيتكلم مثلا يعني قصة أكبر قلعة رياضية في مصر اتقالت فترة كبيرة جدا عندناش مشكلة هيكل لها شعارات هي بطولات ولا ألقاب لا شعارات ولكن كانت الأزمة فيما بعد هذه الجملة حد توقف على الجملة اللي بعد أكبر قلعة رياضية في مصر محدش توقف عندها هي الأزمة كانت في الجملة اللي بعدها ليه؟ لأنها أزمة خرجت برة إطارها الطبيعي قول شعارات زي ما انت عايز بس لو حد مش متقبلها زي ما انت حر تقول زي ما انت عايز الغير برضو ممكن يقول لك لا مش عاجباني لا أنا شايف حاجة تانية يبقى حر لكن ما تقولوش واللي مش عاجبه كذا الحاجات اللي زي دي لما العب يشوف المسؤول عنه بيتصرف بهذا التصرف ولما بيشوفه الإعلام بشكل عام ما بيحطش إيده على الغلطات دي ويحاسب ويعاقب ويعاقب على ده خلاص زي ما بيقولوا كده العقدة فرط ما بتش عارف بقى من الصح من الغلط الصغير بيغلط والكبير بيغلط خلاص هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي هي دي المشكلة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي أنا باتكلم عن الشيق الرياضي ده خلصته في البداية لكن الأزمة اللي احنا فيها هو الجزء ده من آمن العقاب أساء الأدب للأسف قرارات اندباطية بتتأخر بالست شهور موسم انتهى كتم فوق قرارات تتخذ قبل مباراة السوبر قالك لا استنى بعد السوبر ده هيلعبه بعض نوقف لعيب ونوقف مدرب أنا مش فاهم مين اللي بيدير المشهد بالشكل ده عشان يوصلنا للشكل ده أو للطريقة دي هي دي كل الأزمة ولكن في النهاية كلنا شايفين الأخطاء في اتجاه واحد الأخطاء في جانب واحد القرارات لا تصدر تجاه هذا الطرف وفي النهاية القرارات لو ضدي أنا بتبقى جاهزة وسريعة ومتنسوش حاجة مهمة حصلت في الساعات الأخيرة ممكن البعض ماوقفش عندها كتير لما الأهل شاف أنه فيه خطأ انضباطي داخل البعثة على طول كان القرار الرسم صادر الإعلان الرسم صادر والتنفيذ تم ده بيبقى رسالة لكل أطراف المنظومة وبالتالي هي مش بالشعرات هي بالقرارات والحاجات اللي موجودة على أرض الواقع والمواقف اللي احنا نقدر نشتغل بيها أنا ممكن أعد أقول شعرات كتير قوي لكن في الآخر لعيب عندي غلط عقبته؟ لا اعتذرت بالنيابة عنه؟ لا اتحاد الكور أصدر قرارات انضباطية بعد الخروج عن النص اللي حصل في المقصورة؟ لا رغم أنه فيه مرائب بس ابحث عن أسماء المرائبين وانت تعرف ليه المواقمات موجودة هم هم المرائبين اللي موجودين في المطشوات اللي بتحصل فيها مشاكل هم اللي بيسافروا بره ليه؟ رجالتنا بجيب لك من الآخر مش عايز أسمي المسميات ولكن ابحث كده عن الأسماء هتلاقيهم رجالتنا المفروض اللي حابتقول لو حد غلط واخترق أو تعدى على عنصر من العناصر المنظومة اللي موجودة في الملعب بيبقى فيه قرار انضباطي الناس تقول لي ما هو لما يرجعوا ده بالعكس ده فيه مطش تاني لازم القرار يطلع قبل المطش التاني هل شفت التقرير؟ هل شفت انعيقاد لاجتماع المسابقات؟ هل شفت انجتماع لجنة انضباط؟ هل اتحاد الكور أصدر أي بيان؟ كله عامل نفسه مش شايف عشان كده في الآخر دي النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي طيب عموما لسه النيوز معنا ولسه فيه تفاصيل كتيرة وأكيد بقى محتاجين تسمعوا آخر أخبار الأهل اللي عندنا تفاصيل مهمة جدا من معسكر النادي الأهل نهرج إلى فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم من جديد يمكن في هذه اللحظات الأهل بيستعد إن شاء الله لاستعنافل للتدريبات استعدادة لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهاية بطولة كأس السوبر المصري للأنداء الأبطال يمكن الفريق بالأمس كان فيه أجازة وراحة ومرس الكولر كان مدي للفريق كده فرصة خمس ساعات جولة حرة ولكن عايز أأكد لكم أن اللعيبة أصلا رفضت الخروج من الأوتيل وعملت أكتر من اجتماع ويمكن دي قدامنا هي لعطات خاصة وحصرية من فندق إقامة فريق النادي الأهلي قبل التحرك لأداء التدريب الرئيس النهاردة استعدادة لمواجهة الزمالك يوم الخميس ولكن اللعيبة مبارح زي أقولت حضراتكم قعدوا مع بعض اجتموا مع بعض قعدوا يتكلموا في مباراة سيراميكا إزاي يحضروا كويس لمطش الزمالك إزاي يخرجوا من فكرة السقة شوية تبقى أفضل من الأول جمهور هيقف في ظهرهم لغاية المباراة اللي جاية فلازم اللعيبة برضو تبقى حاسة بالمسؤولية أكتر من كده كل دي حاجات الجهاز الفني واللعيبة بتكلموا فيها وأنا عجبني فكرة إن مبارح كانت فيه راحة ولكن اللعيبة قعدت تتكلم مع بعضها عشان مطشموا الجمعة أنا عايزة طمينكم كمان على اللعيبة اللي يعني فيه شك في إمكانية جهزيتهم أو مشاركتهم في مباراة يوم الخميس كلام كان كتير طبعا على ياسر إبراهيم رامي ربيعة عمر كمال عبدالواحد وسام أبو علي أشرف فاداري الإشاعة أثبتت إيه النتائج الفحوصات الطبية إيه الأخبار أنا عايزة أطمينكم بإذن الله النهاردة يمكن لما نشوف التدريب لما الفريق يوصل لملعب التدريب إن شاء الله هنشوف ياسر إبراهيم في التدريب رامي ربيعة في التدريب عمر كمال إن شاء الله كمان بإذن الله هو أسام أبو علي حاجات بسيطة كده ممكن النهاردة الجهاز يريحهم أو يشاركوا في جزء معين ولكن بإذن الله على مطش يوم الخميس هيكون فيه يعني استجابة طبية لجهازيتهم لمباراة الزمالك موقف أشرف داري لسه مش هنقدر النهاردة نتكلم بشكل صريح أو نقول معلومة مؤكدة لغاية لما نطمئن عليه من خلال زمينا فروح صلاح اللي هيكون موجود في التدريب وبإذن الله على مدار الحلقة مرسل كولر يعني المشاهد اللي زيدي بتدينا كده انطباع معين عن تركيز اللعيبة كل واحد ماشي بيفقر في البطولة كل واحد بيتكلم مع زميله شايفين كمان هو كريم الدبيس كان قابليه مصطفى شبير دكتور أحمد داجاب الله الابتسامة دي تقولك أن يعني فكرة الأزمات في إصابات لعيبة مش جاهزية لعيبة لمطش الخميس يعني الحمد لله انتعرف لو الجهاز الفني عمتا أو الجهاز الطبي لو الأمور فوق دماغه وكده وفيه تفاصيل كتيرة ومشاكل كتيرة صعب تلاقي فيه ابتسام أو صعب تلاقي الناس ماشية يعني الدنيا بالنسبة لها بسيطة لا بيبقى عامل حساب ان فيه مطش مهم عامل حساب ان فيه إصابات لعدد من اللاعبين إزاي يدر يأهلهم إزاي يدر يجاهزهم بس أنا من المشاهد اللي أنا شايفها ياسر أبير ومبتسم وسام أبو علي كان لسه داخل يركب الأوتوبيس يعني الأمور إن شاء الله بإذن الله تكون يعني نوعا ما كويسة وكده هيكون عندنا لعطات بقى للفريق أول ما يكون موجود فيه ملعب التدريب خالد عبد الفتاح يعني بأكد لكم بالنسبة كبيرة جدا هيكون بعيد عن المشاركة في مباراة الزمان كأشرف داري لسه هيتحدد النهاردة أو بكرة لما الفريق يوصل لملعب التدريب ونشوف جانب من تدريبات الفريق ويكون معنا فروح صلاح هنفهم ونقدر نوصل للتفاصيل أكتر عن مدى جاهزية الفريق كوكا المعلومات اللي عندي إنه بيقترب بين المشاركة أو يعني دخل حسابات مارس الكولر عشان يكون ليه دور مهم جدا في مباراة الزمالك اللي جاية مهم جدا تواجد كافة العناصر اللي موجودة في صفوف الفريق الحاجة الأخيرة اللي أطلع منها من خلال أخبار الأهلي السؤال اللي بيتسئل دايما في كل المؤتمرات الصحفية وبكرة احنا عارفين فيه مؤتمر صحفي للأهلي وللزمالك أتمنى من الزملاء الصحفيين السؤال التقليدي اللي بيتسئل كل مرة لمحمد الشناوي مين اللي هيلعب انت ولا مصطفى شوير نهدى شوية جماعة على السؤال ده لأن الأهلي أنا فاكر من سنة 2-3 كان دايما بيتقالك الأهلي محتاج حرس مر فكان دي الأسئلة اللي بيتسئل دايما في المؤتمرات الصحفية فدلوقتي انت عندك 3 حراس مرمى على أعلى مستوى موجودين دلوقتي في الإمارات الشناوي مصطفى شوير وحمز علاء والاتنين الأساسيين للمنتخب الوطني سواء الشناوي أو مصطفى شوير وحمز علاء كان حرس المنتخب الأولمبي فيتسئل سؤال تاني طب مين اللي هيلعب الشناوي ولا شوير الشناوي رد على السؤال ده مرة واثنين وثلاثة وتقالك قبل كده أصل الشناوي مش هيعود دك طب ما المطشي اللي فات كان مصطفى أساسي والشناوي بديل والمطشي اللي جاي ممكن كله يكون ليه وجهة نظر تانية أو ممكن يزبط بنفس الشكل اللي معاه الشيء الإيجابي اللي ممكن نبنى عليه الشيء الإيجابي اللي ممكن نبنى عليه إن احنا عندنا حراس مرمى على أعلى مستوى أفضل حراس مرمى في مصر في النادي الأهلي الأساسي والاحتياطي في منتخبنا الوطني في النادي الأهلي حارس المنتخب الأولمبي في النادي الأهلي ده شيء كويس جدا مين يدى؟ مين ما يبدأش؟ بتبقى رؤية فنية المرس الكولر وما فيش أزمة وبلاش الصناعة أزمة يا جماعة يعني الأسئلة التقليدية في المؤتمرات الصحفية لما بتتسيل كتير خلاص الهدف من معناها ما بقاش موجود ببقى لها أهدف تانية فأتمنى الناس شوية تغير شوية في من ثلاثة الأسئلة وفي التفكير في الجزئيات دي اللي كان دايما كان السؤال التقليدي الأهل عايز حرس مرمة الأهل عايز حرس مرمة طب دلوقتي انت عندك الحرس الأساسي والاحتياطي اللي اتنين موجودين في منتخبنا الوطني ايه السؤال بقى اللي يتسيل تاني في الجزئية دي يعني دي كانت جزئية مهمة جدا عايز اتكلم عليها جانب آخر عايز اختن بيه الفقرة دي واحنا بنتكلم عن فقرة الأخبار نهاردة الاتحاد الافريقي خد مجموعة من القرارات للتعديلات على لاحة النظام الأساسي انا عارف التفاصيل دي بتبقى معقدة شوية وانا هحاول بسطها لجماهرنا في كل مكان انت عندك مثلا اللي هيترشح على رئيس الاتحاد الافريقي او عضو مكتب تنفيذي للكعف او للفيفا سنه ما يتخطاش السبعين سنة وقت ما يجي يقدم او رأى ترشحه طيب الموضوع ده كان هيعمل مشكلة او تبقى للواح دي ما كانش هيفعل مهندس هنا بريدة يترشح في دورة جديدة فتم تعديل هذه البنود النهاردة والموضوع كان من بدرك كلمنا فيه قبل كده وكتبنا ونشرنا وشرحنا تفاصيله فالنهاردة حصل تعديل اي حد سنه معد السبعين سنة يقدم ما عندوش اي مشكلة اول امر ده ينطبخ بس على المهندس هنا بريدة لانه كان سنه خلاص عد السبعين هو حاليا واحد وسبعين سنة فيقدر في مارس اللي جاي في الانتخابات اللي هتوقت في القاهرة يقدم او رأى ترشحه ايا كان ايه سواء فيفا كاف رئيس الاتحاد افريقي ايا كان هو هيخد الترشح ازاي وهيقرر وقتها الامور ازاي بس طبعا التوقيت اللي هيقدم فيه قبل يوم اتناشر نوفمبر يعني قبل اتناشر حداشر هنعرف موقف المهندس هنا بريدة هيرشح نفسه رئيس الاتحاد افريقي ولا هيكتفي بالدورة جديدة في منصبه كعود لجنة تنفيذية في الفيفا ولا هيبقى ليه رؤية غير كده لانه ما خلاص يعني ما اشمعه له ينزل للدرجة الثالثة ويقدم كعود لجنة تنفيذية كاف اكيد ده درجة اقل بكتير من درجة رئيس الاتحاد افريقي او لجنة تنفيذية فيفا كمان اتلغى بند اللغة كان دايما اللي بترشح للفيفا بيبقى من ست مناطق الناتقين باللغة العربية والبرتغالية والاسبانية الناتقين باللغة الانجليزية الناتقين باللغة الفرنسية ومقعد للمرأة كل ده تلغى ست مقاعد للفيفا من الكرة الافريقية ومن الاتحاد الافريقي في 54 دولة الستة من الجنوب الستة من الشمال بقت مفتوحة على مصر عي الجزاء اللي عايز اختن بيها الحتة دي ولسه طبعا محدش لسه عارف موقف باترس مدسيب ايه هل هيترشح ولا مش هيترشح بس لو باترس مدسيب يترشح هتبقى معرقة انتخابية مش سهلة هل المهندس هنا بريدة هيترشح ضده لو مدسيب يترشح ولا هل المهندس هنا بريدة هيكتفي بعضوية لجنة تنفيذية فيفا لكن الجزاء اللي عايز اختن بيها ودي يمكن الناس ممكن تسمحها الاول مرة وده يندل على شي بيدل على قوة اكيد المهندس هنا بريدة في الاتحاد الافريق والاتحاد الدولي هل تتخيل ان هذه الدورة كانت الدورة الاخيرة للمهندس هنا بريدة لولا ان حصل تعديل على اللايحة مش النهاردة بس ده النهاردة والسنة اللي فانت فيه ابيتجان انت تعرفوا ان اللايحة دي في ظرف سنة ونص اتغير فيها تلت بنود حسموا مسألة الترشح يعني فكرة التلت دورات انتخابية كانت تنطبق على مهندس هنا بريدة اتغيرت في كونجرس ابيتجان العام الماضي وبدأ مش بعصر راجعي يتنفذ التلت دورات من 20-23 وبالتالي يقدر ينزل 12 سنة جايين فبالتالي ما كانش لو البند ده ما كانش يتعدل ما كانش هيقدر ينزل فده واحد بند السن السبعين سنة لو ما كانش يتعدل ما كانش هينفع ينزل فاتلغى فقادي تاني بند البند التالت في موضوع اللغة لان بالتأكيد هيبقى فيه منافسة وفي ناس بتفكر ممكن تترشح على عضوية الفيفا فانت بتتكلم تلت بنود في لايحة النظام الاساسي اتغيروا في سنة ونص وكانت النتيجة في النهاية عشان تساعد استمرار المهندس هنا يا بريدة كأقدم عضو في الاتحاد الدولي وده يندل على شيء بيدل على مدى العلاقات القوية العلاقات الممتازة سواء مع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي لان كمان التعزيلات تبتم وانت داخل على انتخابات بعد 4-5 شهور وده امر مستهن امر صعب والنهاردة شفنا حتى اعتراض من مسؤول في الاتحاد النيجيري مسؤول في اتحاد الجزر القمر او اتحاد النيجير اعتقد يعني لو يعني مش فاكر بزطي كان مين بس حصل اعتراض من عضوين في الجماعة العمومية في توقيت تعديلات الليحة المفتد كان يتم من فترة ولكن ده ما حصلش وبالتالي ده اندل على شيء بيدل على مدى قوة العضو المصري هنا ابو ريدة داخل الاتحاد الافريق والاتحاد الدول ان البنود دي تتعدل في اللحظات دي قبل انتخابات مارس عشرين خمسة وعشرين تفاصيل اكيد هيبقى اكتر في الفترة اللي جاية ونقول كواليز ومن اللي هيترشح الفترة اللي جاية ولكن لو كل حادث الحديث على مارس عشرين خمسة وعشرين ومع غالق باب الترشح في شهر نوفمبر اتناشر نوفمبر المقبل باذن الله فاصل ثم نواصل اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الاهلي واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة تعقيبا على الاحداث اللي احنا شايفانها في احداث بطولة السوبر المصري اللي الاندية الابطال نبدأ بسرعة في ترند الاهلي ومعانا في ترند الاهلي مجموعة من العنوين تتصدرت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة البداية من حساب كورا بلس على منصة تي اكس وكان فيه تصريح لباولو دراتي تصريح كان مهم جدا نتكلم فيه على النادي الاهلي قال الاهلي فريق عالمي ولديه فرصة اكبر في الفوز على نعيم الاماراتي باولو دراتي من المداربين اللي لف قررت افريقيا وضرب العديد من الاندية لما نشوف تصريحاته بيقول الاهلي فريق قوي وعنيد وعالمي وشهرته لا تقتصر على افريقيا فقط وفرصته اكبر في الفوز على نعيم الاماراتي بكأس انتر كونتينيلتل طبعا اخر فريقا بيدربوا باولو دراتي كان نادي الخلود السعودي طيب كمان فيه تصريح مهم جدا لنجم نادي العين الاماراتي كاكو واللي صرح وقال بشأن الاستعداد لمباراة الاهلي نشوف مع بعض يمكن كاكو لعب العين الاماراتي قال اغلقنا صفحة الهلال السعودي باركت فيه مباراة ما بين الهلال والعين وطبعا كانت نتيجة كبيرة جدا خمسة اربعة وقدر الهلال يكسب العين في استادها الزعب نزيد قال احنا خلاص اغلقنا صفحة الهلال بنركز حاليا على لقاء الاهلي وقال لابده ان نعمل بجدية لتعويض الخسارة امام الهلال العين الاماراتي كان تخطر الجولة الاولى لما كسب اوكلاند سيتي بطل نيوزلند طيب يلا كورا النهاردة على حسابه في منصة تي اكس تكلم على مباراة الاهلي والزمالك قالوا ان الاهلي واجه الزمالك في كاس السوبر المصري 8 مرات ونجح في التسجيل في كل المباريات كل المباريات اللي جمعت الاهلي والزمالك في السوبر الاهلي نجح في التسجيل في 8 مباريات ما فيش مباراة الاهلي ما سجلش فيه اهداف في مرمى نادي الزمالك طيب نروح الوطن سبورت اللي كان مهتم جدا بالاجتماع اللي كان عقد من الكابتن محمود الخطيب مع لعبي النادي الاهلي العنوان بيقول الخطيب يتوعد لعبي الاهلي بقرار تاريخي قبل نهاء السوبر امام الزمالك على عهودة الوطن بيقولوا ان الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة مطولة مع لعيب الآلي في الساعات الماضية خاصة بعد الفوز على سيراميكا في الدور النص في النهاية قالوا ان الكابتن الخطيب خلال جلسته قال للعيبة انه غير سعيد بأداء الفريق رغم صعوده لنهاي السوبر مشيرة انه بيلاحظ انه في حالة لا مبالاة داخل الملعب من بعض اللاعبين الكلام بقى لنصا من خلال هذا العنوان قالوا ان الكابتن الخطيب ده على عهودتهم يعني الكابتن قال لهم ان لو ما فيش مكسب ما فيش فوز هيكون فيه تجميد للمستحقات وتوقيع غرامة تاريخية حال الخسارة من الزمالك طبعا ان كان ده خبر على عهودة الزمالة في الوطن لكن انا عايز اأكد لكم يا جماعة ان القيب يشتغل طبقا للوايح فيه ليحة بتقول لو كسبت بتاخد كم ولو خسرت بنتوقع عليه جزاءات فيها ايه بالزبط فبالتالي تعرفين بس الفكرة في القراية والترافك اللي على السوشيال ميدي فبتبقى فيه عنوين رنانة بخصوص بعض الاخبار طب نروح بقى للترند المحلي ومعنا في الترند المحلي تصريح للوى سروة سويلم عضو ربطة الاندية اللي بيقول لم اطلب تغيير اللوايح من اجل الاهل والزمالك ونهاء السوبر سيقام بتحكيم مصري ده تصريح للوى سروة سويلم بخصوص مباريات السوبر وطاقم تحكيم نهائي البطولة واحنا عارفين ان طاقم التحكيم هيكون حاكم مصري لكن اتمنى تقنية الفار يكون فيها تعديل لاني مش معقول الخطأ الكارث اللي حصل في اللقاء الزمالكو بيرامدز يتقرر تاني في ماتش الفاينال في وجود النادي الاهل اخر حاجة في الترند المحلي حساف الجول ونقل تصريحات للكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة المؤقت او القائم بعمال رئيس اللجنة قال فيها وبيعلع على إلغاء هدف اوباما ولمسة يد اكرم توفيق نشوف كده قال ليه قال لمسة يد اكرم توفيق امام سيراميكا بدون تفسير للحالات بحد ذاتها ليست كل لمسة يد تستدعي الانذار في هذه الوقع لا توجد هجم وعدة تستدعي الانذار ده اللي احنا قلنا نبارح طيب بالنسبة للغاء هدف يوسف اوباما قال لك قرار سليم من حكم الفار وكذلك ركلة الجزاء اللي نالها بيرامدز برضو شايف ان قرار الفار كان سليم بيقول ان محمود عشور افضل حكم فيديو في افريقيا وبيعمل على افضل اجهزة وتقنية الفار في الامارات من الافضل حول العالم وكانت هناك اخطاء في نصف نهاء السوبر ولكنها ليست مؤثرة على سير المباريات والاداء بشكل عام جيد للغاية دي وجهة نظر الكابتن محمد فاروق في الجزء الاول لما تكلم على لمسة يد اكرم توفيق اتكلم بنحية قانونية قال لك مفيش فرصة وعدة طيب لما اتكلم على هدف الزمالك ما اتكلمش بنواحية قانونية وما شرحش اللعبة نفسها على الفارت عملت ازاي ما قالش النقطة اللي اتحط فيها المكلفها يوسف امامع يبقى تسلل مش يسلل خد بالكم من التصريح هنا والتصريح هنا في موضوع اقرم اتكلم بالقانون لكن في موضوع الزمالك وبرامدز كابتن فاروق ما اتكلمش بالقانون اتكلم بيه لصالح محمود عشور او اتكلم لمصلحة التحكيم من وجهة نظرهم لكن ما اتكلمش بالقانون بالقانون الزمالك تأهل الى نهائي كأس السوبر بخطأ تحكيمي مؤثر ما فيهاش نقاش ما فيهاش هزار طيب نروح بقى للترند العالمي سريعا مع بعض لان النهاردة حساب بطولات على حسابه على الفيسبوك كركز على جزئية مهمة جدا متعلقة بالاعلامي الانجليزي ريتشارد كيز واللي نصح فيها عمر مرموش قال له انت بتحتاج لخطوة اكبر في مسيرتك وفكرة الانضمام لوستهام شايفوا ان المفروض يحط اهداف في مستوى اعلى بكتير من فكرة اللعبة لوستهام وقال له اعتقد ان لوستهام سيكون مناسب لعمر مرموش لانه هو يتعلق مع فرانك فورت ويحتاج لخطوة اكبر في مسيرته كمان حساب بكورة على الفيسبوك يمكن نقل كلام لاخواننا لابورتا رئيس نادي برشلونة ولواجه فيها رسالة هامة لفلك قبل مواجهة برشلونة طبعا عن فيدي برشلونة لعب بيرنميونيخ بكرة والنهاردة كان فيه مؤتمر صحفي طبعا اخوان لابورتا قال لهانز فلك انت مدين لنا بوحدة اذا كان من الممكن تحقيق فوز صاحق فهذا الافضل لكن اذا فوزنا فقط فهذا جيد ايضا طبعا دي تصريحات لاخوان لابورتا طب حساب في الجول على الفيسبوك اتكلم على موضوع نيجيريا وليبيا والازمة اللي بين منتخب نيجيريا وليبيا وعدم اقامة المباراة نتيجة تعذر وصول منتخب نيجيريا الى مكان اقامة المباراة في بني غازي حساب في الجول قال نيجيريا بتطالب بنقاط المباراة في تصفيات امم افريقيا وتصرحات لمدير الاعلام في هذا الشأن لكن حسب معلوماتي ان بكرة الساعة عشرة صباحا هيكون فيه جلسة استماع لمنتخب او للتحاد الليبي عشان يشوفوا اقواله في هذه القضية وهذا الموضوع قبل ما يتم اتخاذ قرار رسمي نيجيريا اشتكت ليبيا ردد فيه تقرير من المرائب الصومال والمرائب الجزائري وبقرة جلسة استماع عشان الملفه تقفل وفي الاخر اللجنة تاخد قرار نهائي بعد الاستماع لكافة الاطراف نتمنى ما يكونش فيه قرار انضباطي ضد الاشقاء في ليبيا وهنشوف الاحداث اللي يحصل فيها ايه خلال الساعات اللي جاي دي كانت ابرز الترندات اللي معوجودة النهاردة معانا في السوشيال ميديا فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع الاستاذ محمود شاوي الناقب الرياضي اهلا بحضركم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند وهتكون فقرة حوارية مهمة جدا هنفتح ملفات عديدة هنتكلم في تفاصيل هنسرد كواليس هنخش في القضايا اللي موجودة على الساحة الرياضية وبالتأكيد فرصة عظيمة جدا نتكلم في كل التفاصيل دي في وجود احد زملائنا الكتاب الصحفيين واناقب الرياضي كبير الاستاذ محمود شاوي محمود ازايكم نور الدنيا واهلا بيك في برنامج الترند اهلا بك محمود وتحياتي ليكم مبروك على عودة البرنامج واطلالة جميلة كعادتك بإذن الله الله يبارك فيك طيب نبدأ على طول بسرعة كده بنتكلم في مطش يعني المفروض تفاصيل الفنات بأكتر ولكن احداث كتيرة من وقت مباريات يوم الحد موقف المباراة بشكل عام قلت لسه بأكد بنشوال مباراة في موعدها مفيش كلام على تأجيل ولا تغيير ولا أي حاجة فريتين بيستعدوا أي كلام بيتقال في السوشيال ميديا أو في المواقع هو كلام اجتهادات ولكن على المستوى الرسمي المتشف معاد وفيش حاجة اسمها تأجيل معلوماتك ولو عندك تفاصيل في استعداد الأهل والزمان صحيح هو المباراة يعني بتشهد حداث صخبة لكن خلالنا نبدأ داما بمعلومة زي ما أنت بتحب المعلومات اللجنة المنظمة للبطولة كأس السوبر المصري اللجنة مشتركة بين الجانب الإمارات والجانب المصري بشكل أو بآخر لكن مجلس أبوظابي الرياضي هو اللي بيديل الموضوع بشكل كبير جدا كل الاستعداد في الساعات الأخيرة مجلس أبوظابي بيؤكد لكل الأطراف أن المتشف مواعده ده رقم واحد في تقم التحكيم ما فيش فيه أي تعديل ده رقم اثنين رقم تلاتة الاستعداد في البس الفضائي وما إلى ذلك ده أمور مهمة جدا أكيد طبعا مجلس أبوظابي بيؤكد للناس هناك أن المتشف مواعده كل ده بيؤكد لك أنه زي ما أنت بتقول فكرة التعجيل هو مجرد كلام خرج من نادي الزمالك بطلب التعجيل بشكل ودي ما طالعش حتى بشكل رسمي مجلس أبوظابي أو اللجنة المنظمة أو الجالب المصري متمثل في اتحاد القرى المصري لم يناقش أي فكرة من الأساس بخصوص التعجيل المباراة حتى زي اللحظة هو مش منطقي كمان طبعا معلش شايف فيه موضوع يستدعي أصلا التعجيل بالضبط ومين هيسمح بكده يعني مين هيسمح بفكرة التعجيل من عدم يعني لكن احنا قدام لحظة تاريخية سلبية التاريخ يا محمد طوال تاريخ الرياضة في العالم أو في مصر فيها أحداث كتير جدا والتاريخ بيسجلها سواء سلب أو إيجاب يعني بعض الناس طبعا منقول لحظة تاريخية ده معناه نحن بنمجد في اللحظة لكن بالتاريخية دي حاجة كبير مش كل لحظة تاريخية بتحمل المعنى الطيب للأسف الشديد نحن أمام لحظة تاريخية سلبية لأنه ماتشي زي ده العالم كله بتابعه وأنا بقصد العالم كله أقصد المعنى بالمناسبة لأنه جاليات عربية في كل ألحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها لا عارفين الأهل والزمالك وقيمة الأهل والزمالك وما كانت الأهل والزمالك وبالتالي الماتشي بياخد أبعاد أخرى لما احنا أمام ماتشي بهذا الحجم وذي القيمة يصاحبه كل هذا الصخب كل هذه الأحداث الخارج المسطل الأخضر وفكرة محاكمة أو نيابة أو تعدي أو ما لذلك نحن أمام لحظة مكنتش أبدا أحب نحن نقشها وعلى فكرة أنا ضد أي فكرة تاريخة لأنه اللحظة فعلا لحظة مؤلمة هتقول ليه أقولك ببساطة شديدة لا الصورة مش حلوة صورة القرى المصرية مش كويسة الأخو هناك حتى يكون متواصل مع بعض الأصدقاء هناك في الإمارات حتى كمان الجنسيات الأخرى بتتكلم بشكل في صدمة أولاً في استغراب واندهاش مما يحدث وده بيأكد لك لا أن الموضوع مش كمش قليل أتمنى أن الساعات الأخيرة اللي جاية دي تشهد هدوء نسبي القانون طبعاً هيخد مجراف في الجانب الإماراتي لكن الموراة أتمنى أتعدي لبار الإيمان وده أمر مهم جداً من إزمنا كلنا طيب في جانب تاني وإحنا هنا زي ما بنقول لحضراتكم بنخش في تفاصيل البعض ممكن ما بيخدش بالهم إنها في زحمة الأخبار والمعلومات أنت تعرف أن المتشط دي اتحاد الكورة عين لها مرائب ومنصق منصق اللي ما كانش بتعين أصلاً في أي مسابقة هنا في مصر بعت ناس عشان يبقوا منصقين للمبارايات ده غير المرائبين بعت خمس مرائبين يعني هو جاء على عدد الحكام عشان يطلعوا منصقين ومرائبين طب مباراة زي دي فيها مرائب وفيها منصق فين دور المرائب؟ فين دور المنصق؟ فين تقارير المرائب؟ فين تقارير المنصق؟ فين دوري التحاض الكورة بعد المباراة؟ نازم اللي ي sareت اختفت كática محمد ياسين هو مرائب المباراة وانا مش عارف السراحة هو كتب ايه وقال ايه لإتحاض الكورة واقه هنا التحاض الكورة أصلا من الكارثة اللي احنا فيه ق ling 오� тестل سؤال مباشر هل التحاض الكورة مش شايف ان احنا امام كارثة؟ لو هو شايف انها كارثة وصامت ده الأمر هل نقشه لكن إنه أصلا مش شايف انه فيه كارثة ده مشكلة أكبر فتبقى هي بقى الكرسة نفسها أو تبقى مصيبة أو تبقى عارة على أي مسؤول بصراحة هو يقف صامتاً أمام مسألة الصرفات في كل الدنيا موت زادة خد أحداث وأبعاد زادية كان أول حاجة تتعمل لكن التوارئ بالظبط كده على طول وملاقشة التقارير اللي احنا نتكلم عنه أو التقارير المتعددة اللي احنا ممكن نتكلم عنه أما وإننا دلوقتي لم نناقش أي تقارير على الإطلاق لم ننظر في أي حد سجل ملاحظة حتى ما حدش توقف ما حدش خد لفت الاظر حتى يبقى احنا ما عندناش تحقورة بأمانة شديدة بأمانة شديدة اتحاد الكورة يبدو أنه تحقف مع الموضوع بفكرة التناش يعني تنش ما حدش ياخد باله مننا والبطولة برا مصر رغم أنه بطولته بطولته طبعاً يعني السوبر المصري بطولة طبع الاتحاد الدوري أصبح بطولة خارج اتحاد الكورة صحيح الكاس هو بطولة الاتحاد والسوبر بطولة الاتحاد اتحاد الكورة صامت متعمداً أنا بعني الكلبة بالمناسبة اتحاد الكورة صامت متعمد ليه؟ لأنه مش عاوز يخش في التفاصيل وفي المشاكل طب عين مرايب ليه؟ وعين منصب قامل ليه؟ أمور تنظمية شكلية يعني ليه؟ 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 يصفر الناس بس كده يعني؟ أمور تنظمية شكلية وصفر ومجملات متعددة لكن أنا كنت أنتظر أنه كنت في موقف حقيقي طيب لو تحاد الكورة كان يخد موقف حقيقي كنا نحن هنناقش المقضود دلوقتي لا خالص كنا نشيد بموقف تحاد الكورة وأنه خد قرارات فورية وقرارات عاجلة وحطوا الأمور في نصابها الصحيح لكن أنه يطنش على اعتبار الناس بتنسى على اعتبار الناس مش وقدة بلها لتحاد الكورة موجود وده أمر فغاة الغرابة أصلا يا محمود في حاجة هي مش خناف شارع صحيح تفي قواعد منظمة للملعب وانت كمسؤول كمرائب وكمنصق وفي اجتماع فني ومع الفرقيتين كل واحد عارف دوره طالما أنت برى لسكور قاعد بره ليك توقيت معين تنزل في الملعب كل القواعد دي بتغضع للوايح طب انت اللوايح بتنفذها ما نفستهاش عشان جدنا في بداية الحلقة روحت القصة المباريات اللي حصلت فيها مشاكل من الموسم الماضي الزمنة كل مصر والأهل والبيرمز وفيين المسابقات وفيين الانضباط مساعد بنرمي التقارير على لجنة دي وعلى اللجنة دي وبرخبا بنشوفش نتيجة نظبوط لا اهنا عندنا فشل لابد أن نعترف بي بص يا محمد بأمانة شديدة بداية الإصلاح يبدأ من الاعتراف بالفشل لكنك انت لما اعترفتش أنه عندك مشكلة مش هتحاول تبدأ في حلها تحاد القرى والقائمين على المنظومة يبدو أنه مش معترفين أنه عندنا سلبيات وعندنا صغرات كتيرة جدا أهمها تنظيم المباريات عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم المباريات بالروح احنا وانت على طول الملاعب سواء هنا أو خارج مصر لا فيه مقاردة ظلمة فيه مقاردة فروق مش طبيعية حتى في التفاصيل الزهارة والكبيرة بالمناسبة يعني عملية الدخول وما لذلك والخروج والبدلاء واللي عاديم فين وعاديم تحته والملعب وحرمة الملعب وفق القانون اللي فيه في أمامها إلى ذلك كل ده بتطبقش في مصر بشكل كبير جدا بأمانة احنا بندفع ضريبة أنه أعداد من المحسوبين على المنظومة ما تعودوش على الانضباط ما تعودوش على الالتزام في الملاب عشان كده بندفع الضريبة حاجة الثانية المهمة انت أشرت إليها اللجان المختلفة اللجان الانضباط اللي القارات بتخش ما تطلعش كل يوم حد واربع اتحاد الكرة ينتظر اللجان الانضباط تكر قرارات أو تنع عن قرارات وهذا لا يأتي أمر في غات الخطورة لأنه اللجنة الانضباط هي اللجنة المنوط بيها أنها ترضع المخطئ في ظل وجود لوائح في المسابقات تبع لها حد أو سقف في العقوبة لجنة الانضباط هي اللي تقدر تتخطى هذا السقف بعقوبات راضعة تقدر تخلي المخطئ يراجع نفسه ألف مره بعد جدا لكن لأسف الشديد شفنا أكم وقائع العقوبة بتدخل أو الورقة بتدخل لجنة الانضباط ولا تخرج طيب الأحداث دي تأثيرها على مباراة الخميس هنتفرج على مباراة كورة بجد مباراة في النية رغم أن المباراة الأولى سواء للأهل أو الزمالك ما كانش فيها مستوى فن كويس سراميكا هو بيرامدزي كان بيلعبه أفضل كتير بلا شك لكن في ظل الأحداث دي كمان هل ممكن نشوف مباراة ماسية؟ هل هتبقى مباراة في النية؟ هل الفرئتين مركزين في الملعب بنسبة أكبر؟ شوف هي مش يكون مباراة في النية ممتعة بقدر ما يكون فيها عصبية زائدة ده مؤكد أن يكون فيها عصبية لعادة أسباب ممكن أن يكون الأحداث الأخيرة دي ما تأثر على لعابة الزمالك بشكل أو بآخر لعابة الأهل وهنا لازم نتكلم عنها بكثير من التركيب لا يشوف صورة كمان من الإمارات وتحديدا في إمارة أبو الزابي نروح بسرعة مع زمينا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي لموجود حاليا دلوقتي بالقرب من تدريب فريق النادي الأهلي عشان نطمئن من خلاله على آخر الأخبار فاروق مساء الخير ويبدو كده اللي أنت بعيد شوية عن التدريب بعد الجزء اللي كان مسموح بالتصوير وتحياتي لك وتحيات زمينا محمود شوقي لك برحب بك يا محمد طبعا وبرحب بالزميل العزيزة محمود شوقي وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني الجزء المسموح للينا أو يعني دورة الإعلام في النادي الأهلي الخاص من تدريب النادي الأهلي اللي انتهى احنا موجودين يعني بجوارنا الملعب اللي بيؤدي الأهلي عليه التدريبات وفيه ملعب زايد يعني اللي انطلق التدريب في تمام الساعة السابعة والنصف يقدر تقول أولى التدريبات للتحضير لمباراة للزمالكة بإذن الله اللي كلنا بنقول يا رب يا رب ان شاء الله نعود إلى القاهرة والنادي الأهلي بطن للك السوبر المصري بإذن الله طيب أبدأ معك واحدة واحدة في تفاصيل جديدة بخصوص موقف فرامي ربيعة وسام أبو علي أشرف فداري عمر كمال عبد الواحد أكيد الناس كل أعزاء تطمن منك يا فرون أنت قريب الصلة وموجود مع البعثة لحظة بلحظة يعني خلينا يا محمد في هذا الأمر أطمنك أن طبعا بالأمس كان مستر مارسل كولر منح للعبين راحة من التدريبات تفضل اللعبين أنهم يلبقاء والجلوس في الفندق أو مقر إقامة الفريق هناك جانب من اللعبين يعني عايز أقول لك يا محمد أن مجود كبير جدا بيقوم به الجهاز الطب للنادي الأهلي طبعا برئاسة الدكتور أحمد جبالله يعني أعتقد يا محمد أي كلمة توصف المجود الكبير جدا اللي بيقوم به الجهاز الطب عن أنه مجود كبير جدا يعني على مدار اليوم وأمس إجراء جلسات علاق طبيعي لكافة اللعبين طبعا شونت تباعت يا محمد وكل الجماهير طبعا عدد كبير جدا من اللعبين خرج في المباراة الأخيرة أمام فريق سيراميكا لي يعني الجهاد العضلي لكن أنا أطمنك يعني تم إجراء بعض الجلسات العلاج الطبيعي لبعض اللاعبين النهاردة طبعا الدكتور أحمد دجاب الله عمل تيست قبل النزول لأرض الملعب اللاعبة أنا عايز أقولك أن اللاعبة موجودة في التدريبات يعني تقدر تقول بس هل هنشوف يعني مدى جاهزية اللاعبين هيكملوا التدريب ولا هياخدوا جزء من التدريب لحد الوقت اللي أنا أكلمك فيه كافة اللاعبين موجودين في أرض الملعب طبعا باستثناء خالد عبد الفتاح وأشرف داري اللي بتقول خلاص يعني هم فيه الجزء التأهيلي وهيبقى فيه صعوبة للحاق أشرف داري وخالد عبد الفتاح طبعا دي مباراة الزمالك باستثناء يعني أشرف داري وخالد عبد الفتاح كافة اللاعبين موجودين في أرض الملعب ننتظر طبعا أن هم يكملوا يعني أنت أكيد عارف أن الدكتور أحمد دجاب الله هل في منهم بعض اللعبين هياخد أجزاء من المران أو هياخد نصف المران أو هياخد المران بالكامل لكن إن شاء الله نتمنى أن كل لعبة تقدي المران بشكل كامل ونأكد جاهزية كافة اللعبين إن شاء الله لمباراة الزمالك بإذن الله طيب إذن ممكن دي معلومة مهمة بولهن لازم لنا فروس صلاح في صعوبة أنه ممكن أشرف داري ويخالد عبدالفتاح الحاوب بمباراة الخميس أمام نادي الزمالك الخبر الثاني اللي عايزين أعرفه منك هل الأجواء المحيطة بمباراة القمة واللي بيتكتف في السوشيال ميديا مسمع معاكم في المعسكر واصلة للعيبة أنت حاسس بيها شايفها ولا الظروف عندك يا فرول إن أكيد الجمهور عايز تطمن هل اللعبة بتفكر في ده بتسمع ده بتقرأ ولا في يعني عايز أقولك عزل أتمة للمعسكر عن أي أجواء خارجية محمد يعني نقطة أثرت نقطة في غاية الأهمية أعتقد يعني نقطة مهمة جدا طبعا فوجودك وفوجود الزميل محمود شوئي لمسين ما يدار وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي سواء هنا في الإمارات أو في القاهرة من كافة الأمور المحيطة بالمباراة اللمائية بالمنافس فريل للزمالك بأيضا كافة التفاصيل فريل نادرالي عايز أقولك كل ما يدار خارج محيط بعثة فريق النادي الأهلي شيء وبعثة فريق النادي الأهلي ومقر إقامة النادي الأهلي في عزلة تمة اللي إحنا لمسين ومحمد في كلامنا في حدثنا في تواجدنا مع اللعبين اللعبة عندها رغبة مهمة جدا في مصالح جماهير النادي الأهلي في التركيز في مباراة الزمالك يعني محمد نقطة برضو وإحنا بنقولها يعني أنت عارف يعني ظروف تواجدنا في صفة مستمرة مع اللعبين تقدر تقول من المرات اللي أنا شايف أن لعبة النادي الأهلي بتمسك الموبايلات كتير يعني مفيش يعني تقدر تقول يا محمد من المرات اللي أنا فعلا يعني أنا لمسة أن ما تلاقيش في العيد ماسك الموبايل أو الهاتف لا الأمر ده غير موجود يعني تقدر تقول أنا لمسه في هذه الأجواء اللعبة عندها رغبة كبيرة جدا أنها تصالح الجماهير كابتن الخطيب وجوده فيه مع البعثة كافة أعضاء مجلس الإدارة الكابتن محمد رمضان اللي ما بيكلمش كتير يعني الكابتن محمد رمضان كلامه قليل جدا يا محمد في أبسط الحدود في أبسط الظروف حتى يعني محمد الأمر اللي كان خاص بيه كهرباء أمر لم يستغرق كثيرا أمر فقط أن النادي الأهلي اتخذ قرار المدير الرياضي الجميع يعني التزم بهذا القرار الجميع قفل هذه الصفحة ركز فيه مباراة الزمالك أعتقد يا محمد إن شاء الله الصورة اللي هيظهر عليها اللاعبين في مباراة الزمالك هتكون صورة مرضية إن شاء الله لكافة جماهير اللي النادي أعلي وبإذن الله اللاعبين تحقق الانتصار والفوز في هذه المباراة بإذن الله سؤال أخير يا فرو بقرة المؤتمر الصحفي معده إمتى التدريب هل البرنامج بقرة تم تحديده بشكل رسمي ولا لسه فيه تفاصيل مش مكتملة معك يعني فيه حاجات محمد طبعا ظهرت أنت عارف مع عودة الفريق للفندق أو مقار الأقامة بتبدأ تحط البلان بشكل كامل لليوم لكن أقدر أحسم لك أمور يعني تم تحديد المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك يكون في تمام الساعة الرابعة والنصف طبعا فيه ملعب النهيان ملعب نادي الوحدة ثم طبعا المؤتمر الصحفي لفريق النادي الآلي يكون في تمام الساعة الخامسة أيضا في استاد النهيان استاد نادي الوحدة من المقرر أنه طبعا يكون تدريب أهلي غدا في نفس توقيت المباراة ساعة التسعة بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت القاهرة ده تقدر تقولي عن الأمور اللي تم حسمها من البرنامج مع العودة طبعا إلى مقر إقامة فريق النادي الآلي بيتم طبعا تحديد موعد الوجبات موعد المحاضرة لمستر مارسل كولر المحاضرة اللي هيكلم فيها مع اللاعبين على المباراة الأخيرة مباراة سيراميكا وأيضا الأمور المطوبة الفنية في التدريب الأخير غدا إن شاء الله لاستعداد لمباراة نادي الزمالك أعيز أطمنك أن كمان درجة الحرارة يعني النهاردة بدأت فيه تحسن أفضل من الأيام الماضية نتمنى طبعا على مدار اليومين سواء غدا أو بعد غد إن شاء الله تكون درجة الحرارة في نفس المستوى نسبة الرطوبة بقت أفضل أعتقد إن شاء الله يوم الخميس القادم على أستاذ محمد بن زايد الظروف تكون مناسبة إن شاء الله نستمتع به المباراة وكلنا بنقول يا رب والهتاف اللي بنسمعه في كل مكان هنا من جماهير النادي الآلي السوبر يا سوبر يا أهلي عايز أقول لك برضو يا محمد على هامش هذا الأمر إن بالأمس كنا بنتابع مباراة العين والهلال السعودي كان موجود طبعا كارلوس برينجر ويسين المكاري محل الأداء النادي الآلي في أرض الملعب بيتفرجوا على مباراة العين من أرض الملعب أنت عارف إن في مباراة تجمع ما بين الآلي والعين يوم تسعة وعشرين على ستاد القايرة أجواء مميزة جدا جماهير آه بالزبط جماهير العين يعني بتتوافد على ملعب القايرة إن شاء الله مباراة تبقى مهمة لكن لكل حدث حديث ننهي مباراة للزمالك نحقق كاس السوبر ثم يبدأ التحضير لمباراة العين الإماراتي بإذن الله طيب فروق أنا بشكرك شكرا جزيلا تفاصيل كتير يمكن رسطها من أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهاية كاس السوبر هندالأبطال بإذن الله يوم الخميس المقبل كانت مداخلة مهمة جدا معز مننا فروس اللحم وفتقانات الأهل في الإمارات نحرج إلى فاصل ثم نواصل أهلا بحضراتكم مرة أخرى وفي الجزء الأخير مع النقد الرياضي الأستاذ محمود شاول محمود لو هسألك على التشكيل هل تتوقع إجراء التغييرات على شكل الفريق والتشكيل في مواتش الزمالك؟ أعتقد طبعا بس الأهم أنه لازم الأهل يلعب المواتش ده بـ 12 بمعنى؟ الجمهور أنا فأعتقد أن الجمهور لعب رقم 1 وليس رقم 12 ده حقيقة واقع تذكر الأهل أو شاكت عن النفاذ أعتقد أن المدرج المخصص لجمهور الأهل هيكون ممتلعاً آخر وده هيكون عامل مهم جداً جداً في المواتش ده صحيح إزا منك له جمهور ولا له جمهور لك وقود موهور الأهل في التأثير يفرق أعتقد هيكون لها عامل كبير جداً ده رقم 1 في التشكيل أه رقم 1 في التشكيل فشتبع لبقى التشكيل أما بقى التشكيل كلاعبين بقى أعتقد أن الشناوة هيكون في حرصة المرمى وقدامه ربيع يواصل في الزلة طبعاً ابتعاد أشرف داري بنسبة كبيرة ويحي أعطوط الله في الجانب الأيسر وأعتقد أنه أكرم توفيق لابد أن يبدأ في الجانب الأيمن وفي وسط الملعب يتم تعويضه بكوكا بجانب مروان عطية إمام عشور في الأطراف الشحات وتاو وطاهر ليه طاهر؟ لأنه وسامة بعالي طبعاً لسه فيه كلام لسه على فكرة لحاكم المرأة أنا شايفه تشكيل مناسب بصراحة شعارت بقى كلها رأي سمعها كلها على حسب بقى الزملاء هناك لكن أعتقد ده الأقرب طيب عايس لك سؤال لأ علاقة بمطش العين هل هذه البطولة ونتيجها ومبرات الزمالك لها تأثير على مطش العين الأماراتي ولا لا؟ بلا شك مطش العين الثلاثة الجاي زي النهاردة بلا شك مطش زي ده قدام الزمالك في نهاء الصوبر المصري في بطولة بطلق هذا الاهتمام وكمان فيها كورة أو فنيات أو ضغط عصبي وضغط نفسي وضغط فني كمان خلي بالك أكيد ما بين كولر وجميز وما إلى ذلك أعطاك كل ده هيخلي في الآخر فيه تأثير على مطش العين فوز الأهل بالصوبر المصري بمشيئة الله معناه معناه الدخول مطش العين بمعنوات مرتفعة معنوات مختلفة استعداد من نوع خاص جدا تقدر إن شاء الله استعداد القاهرة في حضور جماهير غفير أنت تتخطى عقب فريق مهم جدا عنده أراصل مهمة وبتأثير مهم زي العين الأمارات أعتقد أنه لا مرتبطي ببعض أيوة مرتبطي ببعض هو عموما كمان تذكر مباراة العين يمكن انت طرح حتى بالأمس من خلال موقع تسكرتي بأسة العين أخذو بالكو برضو العدد المسموح لها بالحضور الجماهيري حوالي 2500 تسقرة وفد الاتحاد الدولة يوصل يوم 25 ليه برضو حوالي 200-300 تسقرة في الإطار ده فإن شاء الله بإذن الله نشوف أكتر من 60 ألف في استعداد القاهرة لمؤازرة الأهلي طيب وإنت معي فرصة أنت قلت بتشكيل تعال نبص بقى ونشوف الجمهور الورد الموح هل نتوقع نفس التشكيل ولا لا إحنا طرحنا سواء في بداية الحلقة طلبنا من الجمهور يدخل ويشارك من خلال صفحات قناة الأهلي عبر السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو حتى الانستجرام أو على منصة إكس ويشارك بتوقعاته ويقول لنا توقعاته لتشكيل الأهلي في مباراة الزمالك هل في تشكيل منهم هيكون مطابق لتشكيل زماننا محمود شوق ولا هنشوف أراءة تانية نبدأ مع بعض ونشوف توقعاتها جمهورنا على التشكيل أول واحد معنا محمد رجب بيقول شبير يحيى وياسر وربيع وأقرم مروان السلية إمام الشحات وسام برسي تاو أدي أول تشكيل معنا من محمد رجب محمد الشناو بيقول شبير وعمر كمال ربيع ياسر يحيى أقرم إمام مروان طاهر وسام تاو تتمني أو لا توقع بس؟ هي توقعتهم مش تمنيات أحمد بيقول الشناو في حراسة المرمى أقرم ربيع ياسر عطية الله مروان إمام الساعي ده توقع جديد بالنسبة للساعي الشحات وسام طاهر طب نشوف توقعات تانية معنا باسم خالد بيقول حراسة المرمى شبير الدفاع رمي ربيع ياسر إبراهيم يحيى عطية الله أقرم توفيق باسم واضح أنه مذاكر مع محمود بنفس الفكرة خط الوسط إمام مروان أفشة الهجوم ريدا سليم وسام أبو علي حسين الشحات خلي بالك هو قال مروان وإمام وأفشة وأفشة ده أنا تمناها بالمناسبة تتمناها لغمنا أنا متوقع غيره ففلا يقول التوقع والتمنى طيب علي وده آخر توقع معنا بيقول محمد الشناوي رمي ربيع ياسر إبراهيم يحيى عطية الله أقرم توفيق باكي مين الغالبية شايفة كده فعلا مروان عطية كريم ندفد إمام عشور طاهر برستاو ووسام أبو علي لو سألت كل واحد في الشارع الرياضي كل واحد يقول تشكيل مختلف ربنا يكون فعون مرس الكولر يقدر يوصل للتوليفة المناسبة محمود نورتني وشرفتني شكرا فكرة مهمة جدا وحورية وأكيد كل الأستاذ المشاهدين استمتعوا بوجودك معنا أنا سعيد كنت معاك وتحياتي لي كل شيء شكرا جزيلا لنقد رياضي الأستاذ محمود شوقي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا